مساء الخير حلقة جديدة من بلا فلتر منحييكم في رأس حليمي ألان صالح ميكانو ومجد هاني كالعادي ومن خلال أغاني أغاني على الإزاعة على الأبيكيشن وعالويب سايت وإما كنتم عم تسمعونا منسلم عليكم ومنطلق بحلقة جديدة من بلا فلتر لليوم بفلتر الحقيقة هي الأسادزة اللي علموا بشكل كبير بالوسط الإعلامي والفن بفلتر النقد هي صاحبة قلم جريء ولسان حاضر لكل برافو وعيب بالوقت اللازم أما بفلتر الزمالة والصداقة فهي عملة نادرة على قلوب الكتار وأنا أولا هلال مر يا حلا يا هلال وبحبكي كتير وخفت عليك كتير وقت قصبت بالكورونا بس صليت كتير وبعرف إنه العضرة ما كانت راح تتركك ما هديتك بالأيتين شو الأخبار؟ لما بتغزل فيك اليوم قبل ما أجيت عرفاني زميل اللي قال لي ليكي ما تغزلي كتير في راس الاضغار مين هالزميل؟ بقى خبرك قلت لهم ما فينك بحسوا مثل ابني لفراس قلت لهم بحسوا مثل ابني لفراس من أول ما مبلش بمجال الإعلام أنا وبغنجه وببوسه وبدلله وبتشتشه هو كتير شاطر أنت إستاذتنا كلنا نحنا من إحنا وعم نحلم نصير بهذا المجال كنا دايما ناخد قدوة الله يخبر ولليوم بتضلي قدوة عطول هلوصالة فيكي أول شي هالمبنى وهالستوديو مش غربين عليكي؟ أكيد مش غربين عشتنا 27 سنة ثلاثين سنة هون بالأم تيفي وإزعاد جبل لبنان بس أنا هيك حصر قلبي وقت فتت تذكرت أنه كان صار مكتب بوسي أشقر هون وتذكرت أنه بوسي ما قلنا زمان فقد ناب الكورونا بوسي اللي كان ينزل عن نيابي بس بوسي من قدام القوات اللي دافعوا عنا ضد الغريب اللي كان بدوا يحتللنا بلدنا بوسي اللي كلنا منفتخر فيه وكلنا منحبه قلوا مطرح كتير كبير بقلبنا وقيت منسأل الله طيب ليه هلأ مناح بيروحوا هلأ مش كله فيه مناح ما بيروحوا فهيك حسيت زعلت شوي بس مبسط وقت شفتهم شفت اللي نوار اللي زمان ما شايفتهم ما كانوا زمل الطفولة بعدنا على الأصلة مع جهاد المر دايما على الأصلة خبريني أكيد ما في شك والمهندس جاي بالمر يعني ما في من قل خبريني شوي ذكرياتك هون يعني هيك حاطسينا عنا شوي آآ ذكرياتي هاي دا المبنى استقبل كبار الفنانين يعني عملنا مقابلات مع ماجد الرومي مع ملح مباركات الصبوحة وردة الجزائرية وردة الجزائرية مبلا حتى انه عملنا مقابل مع فيلم وهبي الله يرحمه فريا الكريم يعني نزيه المغربي يمكن مقابل الوحيد اللي عمله بحيطه لأن توفى كان شاب يعني الله يرحم اللي توفه نزيه المغربي يعني اللي غنى حباية قرم الشبك قبل الوصول حباية قرم الشبك بعد عنده غنية تاني كمان عنده كسات بكاملة كان عقيم الكساتات تتخيل هي طبعا حرام نزيه نزيه من أجمل الأصوات كان يشام الحاج ضيفنا من يومين فقال لي يا الله عم بتذكر بس على المبنى قال لي كنا نحتفل لما يطلع غنيتنا على جبل لبنان نحس نعملنا إنجاز أنه نحنا غنيتنا على تنزيع براد يعني كنو تعرف الصبوحة ضلت لآخر وقت بحياتة تلفن تسأل وين صارت ببورسة الأغاني غنيتها كتير كانت تتأنى وتتابع شغلة وبفتكر الفيديتاريا منا بس نجاحية استمرارية يعني النجومية بده واحد يستمر ويتابع هلأ ما بقي يتابعوا ما بهمهم بيطلعوا على السوشال ميديا بيسدبوا بيشتموا إذا حدا ما حطلهم غنيتهم في واحد قال لي عمليه بديكت عامليه ايه بمعين ما فهمت اشتاقتي للإذاعة ايه أكيد بشتاق كتير بحب الإذاعة كتير بحب الإذاعة لاي بعيدة عنا ما في ما حدا عرض علي آخر عرض كان بإذاعة سترايك ومعرض نرحنا يعني عملت آخر برنامج بإذاعة سترايك ومعرت عملت برنامج توفيت والدته اليوم لا الله يرحمه استاذ نبيل أبي جابر لا نبيل الله يرحمه من عزي ناجي خيو كمان عشت عز الأعليم هلأ يعني العز الحلو لسنوات الحلوة بالإعلام اللبناني وخاصة الإعلام الفني صح قدي فرق اليوم ليك بدي خبرك شارلة أول شي يمكن هيدا مجال لأشكر جابي المر يلي فتح لي مجال أنا أشتغل بإذاعة شابر لبنان رقي الإذاعات أشاءه أم أبو كانت رقي الإذاعات واللي مرني يعني بشكل أنه ممنوع ننهرق على الهواء ممنوع نتغنج على الهواء ممنوع نتصخصة منتضحك ممنوع نتدلع كنا شوي رسمي يعني أنا تمرنت على إيد أستاذ رياض شرارة وشوي على أستاذ إيد عمر الزين نحترم المستمع يعني المستمع مثلا بيقولولك أنه الراجل دور بوقت عمل الدكتورة مع أستاذي فرنسبية أنه ما تضحك بلا ما تقوله للمستمع لي عم تضحك لي عم تضحك لا كلهم بيضحك ومثلا بتطلع شي واحدة اسمها فطوطة بصور يتغششوا من الدحية وتمسخروا عليها يعني أنا بنصدم بس بلاقي أنه الناس منهم مزعوجين شايفت لك أنه المستمعين تغيرت قواعد اللعبة تغيرين ايه ايه تغيرت قواعد اللعبة بالوقت كانوا يتمرنوا على الشمعة من زمين حتى النفس ما يكون قوي على المينكروف يحط الألم بيتموا الموزيع اللي حتى بتتذكر الشمعة ما كان ممنوع تلها يعني لازم تلقط النفس كلما نهرق أكتر كلما نجح أكتر أو لا هيك صارت صارت أيام الساكس بل أيام شو بازم نحكي بصراحة بتولعها أكيد بلا فلتر نحنا بلا فلتر أيام الساكس ما بعرف إذا عم بيتسمعه يما عم بيت شو أكتر شي بتحنيله بحقبة الإعلام هيدك الأيام أنا بحن لوديع الصافي بحن لساميره تفيه بحن لصباح بحن لهالمقابلات الحلوة الدسمي يلي ما بدنا نعمل سكوب بس على الفضيحة وما بدنا نفوت على قوض نومه حتى مثلا أنه في أسئلة كنت تسألها بإحراج بس بلا ما تخدش مثلا أنا بتذكر مرة سألتها قلت لها للصبوحة الله يرحمها شو كانت لذيذة وحاضرة قلت لها في صحافة انتقى ديك قال هل بتمارس الجنس مع فادي لبنان بتقوم هي بتجيوبني قلت لي إيه شفتي شو بلا مربع قلت له شو جيوبتي تأخد الجواب أنا بس بطريقة مهزبة فضحكت هيك وقلت لي بديك تعفية محتالي مثل كل مرة ورجال بيعملوا مع بعضهم يعني كنا نسأل السؤال ونستحي شوي كان في حياة كان في حياة إذا فيه أمورجنسية هي الدنيا كان فيها حياة أكتر بشكل عام مش بس الإعراب هلأ صار كله فضايا بيلحق الناس بيلحق الشارع بيلحق المجتمع يعني هي الدنيا كلها كان فيها كان فيها حياة أكتر بعدين وقت كنا ننتقد في راس كان فيه قيمة للقصص كانوا يقدروا قيمة الانتقد هلأ إذا بتنتقد بكلمة صغيرة بيزعلوا بيخدوا على خاطره وبطل يعطيك مقابلات وبطل يحكيك وبطل يرد على التليفون وبطل إلك مرحبة حتى لأ ما بيصير نحنا عم ننتقد إشياء فنية يعني إذا شفت كليب حلو بتقول كليب حلو كليب بشاع بتقول كليب بشاع يعني مثلا هلأ فيه غنية بتنزع ده بغنية العقل واقل كفورة ايه الجديدة كلمته ألحن سلم ايه مع الساف أكيد أنا مثلا ما عجبني الكليب فيني أقول أو بيزعلوا من نار لا فيك تقولي ما عجبني الكليب ليه؟ ما حسيت إخراجه حلو ولشو كل هالشباب ما فيش غولة بنت يمكن حبوا يعملوه بطريقة إنو حب فكرة ايه بس أنا ما حبيته طيب ما الدنيا زوق كمان سي قصة انتقات فني يعني أنا بنتقات فني مثلا بحب إلقاء وأداء ولوائل بس الدنيا زوق متلا أنا ما عجبني كزوق الكليب متلا عرفت بس إنو كأداء أكيد لا يعمل هلأ هنرجع للفنانين بعد شوي على لبنانيته على صوته الحلوم لا في شك هلأ هنرجع للفنانين بعد شوي اشتغلت إزاعة سنين طويلة اشتغلت التلفزيون اشتغلت صحافة مكتوبة اشتغلت إعداد برامج وإنتاج برامج تلفزيونية وين لقيت حالك أكتر شي أنا بحب الإزاعة بس الكتابة استمرارية في رأسي لأنه إزاعة أول شي هلأ المستقبل رح هيكون للإنترنت بس وقت سفرت على تونس تدرب دربت حوالها الـ 18 إزاعة هونيك كان فيه إحصاءات من شركة الإيرونداليا اللي هي السويسرانية اللي هي كانت بعتي وراي بتقول أنه بعد الإزاعة عندها حضور 80% لأنه بعد فيه كتير عجق يتسير وبعد فيه كتير ناس هي وعم بتسوق أو هي وعم تعمل شغلة تانية بتسمعوا بينما مثلا على الإنترنت بدك تكون متفضل للإنترنت يعني فيك تدور شغلتان على الإنترنت بس بدك تكون على الإنترنت صح هلأ فين ينسى تحط USB بالسيارة وتسمع ايه كولكشن أغاني هي بديها يعني أوكي وفيه مدورة الإزاعة يعني أكيد أكيد هلأ فيه كتير مدورين أغاني أكيد من فيه شخصا أنت معنا طبيعي بحبوك إليك كمان في راس خليلي قلبك في راس أنت ما بتحكي بقى أنت ما تحكي شيء أو تتحكي شيء بلا تعمل بتحكي فيه سقيفة فنية بالشيء اللي بتحكيه فيه رأي حلو فيه جمال بتاعي نعمل أنا وياك عفوا يا حباب يلا إليك زمان اوه يلا هلأ عملنا بلاشنا بوقل يا حرق عملين لنا شيء اتنين ورا بعضهم نرجع عم نعمل مبادة هلقات فاريس كرام اشتقتله ايه اشتقتله بغنية مثل الغربة تكسر الدنيا اه تمس عاطفة الناس انتبه كل شيء عمل حلو يعني هاي دي الليلة بنا نولعها كتير حلوة بس اشتقت إنه فاريس من بعد انفجار أربع قيب ومن بعد يلي عم نمرق فيه من أسا وتعتير وشحار انه يعمل شيء يمس عاطفة الناس لأنه الغربة وقتها بذكر إنه وقت طلع عزاحلي حملوله سيارته ايه وقت طلع قدام له مهرجان العلية ابن الإنسان حملوله سيارته قدما كانت الغربة مأسرة فيهم إنه أختي اللي بتكويلي تيبي وانا بدي اتغرب وحرم عني بتغرب ايه ايه هلق عم بقلك إنه الليلة بنا نولعها كتير حلوة وكل بقي أغنية حلمين بس هلق بعد هالفترة بدنا شيء بزيت الوقت عنده ريتم ويمثلنا يعني ما بعرف إنه بدي طلع بالي إنه ياخدوا حقوق هالناس اللي ماتوا بانفجار أربعة قاب خصوصي فوج الإطفاء يلي فوج الإطفاء أكتر شيء تعطر يعني بعتوا يطف الحريق وكل المسؤولين عارفين إنه فيه انفجارات وكان الطيران عم بيحلق كل النهار بالجو يعني عارفين فيه شي مش منيح يعني هاو دي جنيتهم برقبتهم للمسؤولين لكل المسؤولين كان معهم خبر نيترات الأمونيوم هو دي جنيت الإطفاء جيه برقبتهم فأنا هو جنيت لغت كله برقبتهم صارت لأنه فارس وطني وبيحب لبنان وهيك بشتقلوا بهيك الغنية على كل حال هلأ مشغول بمريم الله يهنيه بناريوما حيش حلو سميها اسم العذرة مهضوم قلت له شوق متى بدو يجي كرم نا سميه كرم نا سميه كرم نا سميه كرم كرم حبيب قلبه الله يرحمه فارس محضر قلبه مكتير حلو وفيه مجموعة أغاني أنا بقول رح تكون يعني أغاني موسم حلو عقاني حباية أنا وييك بتكمل لي معلوماتي يعني فيه أغاني بتاخد العقل مع فارس اسكندر ومع فضل سليمان فيه أغاني كثير حلوية حيسجل الجديد الأخذ من الملحم قبل ما يموت وفا ما بظن بهيدا الألبوم مش بهيدا الألبوم بس هيدا الألبوم فيه أشياء كثير حلوة وكثير جديدة عمل مثل كل الفنانين غنية لمريم لا عمل هو أورادي سدياتي لا عطرة لمريم العطرة بس لمريم بنته لا ما قال يا بنتي مليتي هالبيت حكيته من كم يوم قلت له قديش الشعور حلو يكون عندك ولد يعني من ضناك هاي على المصر حضرت مسلسلات مصرية برمضان ضناك يعني عن جد شو هالشعور يعني تجي على البيت تلاقي حدا هيك بانتظارك عم بيفرفح لك قلبك عم بنط عم يرقص عم بيتدلع وخصوصي انه البنات حنين مع بيتهم عميما نقول بعد عفوان يا حبايب عن شو يلا شو ما بدك بنعمل عفوان يا حبايب بنعمل عفوان يا حبايب لقيه اللي تحشروا بحيات شيرين وحسام ايه ونزلوا تسجيل لبيه لحسام وام حسام كذب هالشي يعني قال انه ما دخلكم فيي وما دخلكم بزوجتي اصدق الاعلمين يضال احمدية ايه يعني انا ضد كنت انه انه جيت بدي دافع عنا ما بقدر دافع عنا لانه مفاتي تخصوصية اه كنت بديك تدافع عنا كنت حابة دافع عنا مش معوّدين عليك تدافع عنا سمعت كل شي ما قدرت بحكيك بصراحة بس فيديك شغلي انه اليوم انه اذا انت كان عندك سكوب انتهدر سكوب كنت راح تستعمليه ولا لا؟ انا جرسة ما بستعمل عندي كتير سكوبات ومسجلين وما بستعمل جرسة ما عاملين فقرة كبيرة بالفن بتحطو فيها الفضايح بقى لما تساموه لا لا سامي بكونوا مزبطين هيدور؟ انه ايه بكونوا مزبطين بتاعينا قدرنا شنين ثلاثة ونخبرها من هنا يا باي ليك بدي خبرك خبرية انا اول شي كنت قلت بلا شو هالفضايح رجعت قلت انه هذي الفضايح عندهم هدف لانه نحن الفضايحة اللي منستعملها هي اللي بتخرب بيوت مش انه فضيحة واحد عامل جنس مع واحد او واحد عامل جنس مع واحدة يستفله هذي حريطهم الخاصة بس وقت مرة نزلت فضيحة عن واحد صاحب وحدة على مرته انا ما كنت عارفة مين يعني تلفين لي شخص بيمون علي بدي نزلها الفضايحة قلت له نزله هيك هيك مش معروف مين يعني اعرفت كيف بتلفين لي بيقلي انا صاحب يعني رجل اعمال طبعي عارفوا مين وانا بوعديك انه اذا وقفت الفضيحة برجع على مرته قلت له عم بتبعني ما وقف عم بتكذب علي انا اذا بدك فين اوقفها قل لي لا بوعديك وعد شرف انه اذا ما بتنزل الفضيحة انا برجع على مرته عارفت ومش الحق ما بعرف اذا رجع على مرته انا وقفت عملت وجباتي بس انه لقيت انه تنتفي نقدر نحسن لازم ننتقد حتى هاو دي الامور كرمالة الناس توعى شو عم بيصير فضايح تنتبه لأولادة تنتبه وين بيظهروا تنتبه للأجواء يعني تنتبه لهاو دي الاشياء حطيتي فيديو من فترة على الانستغرام اخد كتير ضجة اي منهم اللي كنت مع مروان وعم تمشي وعم تحكي عن طبيعة كتير ممكن مؤثر الفيديو وكتير الفنانين حتى تفاعلوا تفاعلوا معه بطريقة حلوة والتعليقات كانت كتير حلوة علي في رأس انت بس تفتكر انه انا بشوف بس خمسة بالمية تفتكر انه الناس بعيفوك متى ايامة الناس بقولوش شو بترح تعملي بالسينما طب كيف بتشوفي بقولوا انا بشوف على الماجنيفير طب انه كيف تشوفي على الماجنيفير انه لا شو بتروحي لا شو بتظهري شو بديك تنبسطي انك تظهري فجرابة تقولهم انه اوقات الانسان مش بس بيشوف بقلبه بيحس بشم ريحة الطبيعة بيسمع زقزقة العصفور فيه اشياء بتبسطه بالحياة تبخعت كتير يعني مرة نيدال الاحمدية تمسخرتلي على العيوني قلتلي انا مش حاولة مثلك على الهواء كانت بقى زاعة يعني مشانك عم بقولها يعني ما بهمني فكل الناس بتتمسخر كل الناس تتمسخر يعني ما تفتكر بتلاقي حدا بالمجتمع اللبناني بيشجعك ما بدي يشفقوا علي كل شي ولا يشفقوا بشع بس 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 مثلا ابن بنت خيلتي معه زيت المرض لبير بفرنسا كتير بيحترموه مدير بانك وعودوا بمجلس البلدي وكتير بيحترموه وكتير مساهلين لهم امور المجتمع وكتير مساهلين لقصة المسرح والسينما والاشياء كلها بباليش بطاقة وزارة الشؤون اللي معه بتخوله لكتير اشياء لكتير هيدا انا مرة مرة رحت على اللابراتور كي بدي اعمل فحص علي انا بطاقة وزارة الشؤون بتخولني ما انطر من بعد ما قلت انا تا انطر كرمالتا ما يقوموا الايام انه في عجق يقوموا الايام على انفرميرات من بعد ما نطرت قلت خلص ما بقى بدا تقوم لاني واحدة وعم دسدس على الدرجة ومدرشوه قلت لي بليز مع هاي البطاقة بتخولني اني ما انطر وانا قلت لي ساعتين نطرة مرقيني قلت لي نحنا مدام ما نعترف بها البطاقة التالي لانا من وزارة الشؤون اللبنانية لو كانت اسرائيلية بتاع ترفي فيها يعني اللي بيزعلك انك من جبر اوات تفجور تتقول للناس انه معليه ستوب وقفوا وقفوا ولتفطوا لها الانسان بالمجتمع هيدا الفيديو حطيتي كرمال هيدا الشي ايه كرمالت الناس كرمالت تنمر يعني ايه كرمال الناس المعوقين ما يتضيقوا وما يستحوا ام يعني مثلا انا واحد هديك هرقعت عالطريق اشتامل لي واحدين مادام ايه انتك انت سهياني ما هيك قلت لي انا ايه شو بدي ايه انت سهياني مش شايف قدامي انه ليشو عم بتتحشر اللي بعرفي كله بتعرفيني ليشو جاية تجرحين تقولي لك انت سهياني انه لو بصر لي اقشع انا ما بقشع تقشع يا قدنا كلنا واكتر منا كلنا يا هالهود بس كتير كتير يعني وما بعد في شغلة بس بدي مرقة انه انا وقت صر لي هيك بعيوني في كتير ناس كنت مستنظرة انه على القليل يمسكوا التليفون ويتلفنولي ما تلفنولي وفي كتير ناس ما كنت مستنظرة تلفنولي ووقفوا حدي وحبوني وانا ما عليش اسمح لي هوني اشكرك فراس اشكرك انت وسعيد الحريري وشادي دي بيالي وجان فريسكور يالي بالسفرات كنت سافر وحدة وكنتو كتير تساعدوني خصوصي انت بتتشنن كنت عيوني يعني عيوني عيوني استزدنا كلنا كل عمرنا نتنا راح فلين راح فلين ومن عمل مقابلات واحد غيرك بغار بده هو يعمل وحده مقابلات يا هلا احنا كنا نسمعك ونحلم يوم الايام يا اما نشوفك يا اما نصير هيك نشتغل على ازاعة يعني انت قصة كبيرة ما تفاكري الموضوع متل ما هيك اختي بها البساطة بالنسبة لقلنا كلنا على قلنا انت قصة كبيرة لا هاي دي انا عم بحكي من الكتير الانساني عبالي احكي شوية اكتر عن الناس اللي وقفوا بهايدي المرحلة والناس اللي ما وقفوا يلا بسمي مثلا طريق السوات تلفن قال لي اذا بديك اخديك عشي مطرح ما اخديك عشي مطرح اه مين بعد ماجي ابو بوصن وقفت حدي بلا مشكلتك نقوم ننسى حدا ويزعل انا عابلي اكتر اكيد عائلت وقفت حدي قول ماجي معروفة بشهامتها بالمواقف الكبيرة اكيد عائلت وقفت حدي بس انه في ناس متى مثل وفاق الكيلاني كنقل لي اكتر من اربع حم سنين مش حكيتها تلفني انت توقف حدي وتدعمني رانيا شاب اكيد وقفت على الاخر حدي زملائي بالشغل بالنشرة وقفوا حدي جوزيف بوجيبر بشنجلني انا وقت بشنجل حدا بصير حسب خاصرته اذا نزلت او طلعت وعرف اذا طلع ونزل على الدرج فمن شنجل دايما بتشوفني مشنجلي وبيصير غارو هالبنات مشنجلي احلى شباب منهم جاوزي ورقوا وطلع وقت شنجلك مثلا في كتير ايه في كتير ما استنظرت انه يوقفوا حدي ووقفوا حدي انتبه معنويا مش بالضرورة مديا هلا اكيد مديا عائلتي وقفت حدي خالي ميشال وطانت سيلفي ورلا المر وارز المر ابن خالتي واختي روزي كلهم وقفوا حدي وانا هون كمان بدي اشكر معالي ميشال المر ومدامته سيلفي الماري اللي تكلفوا اكتر من مئة الف دولار علي بان طبابي وبان حكمة وبان ادوات وبان آليات لسير اقشع يعني مكبرات وما مكبرات هاي دي اللوك اللي بتشوفها معي هون حق ثلاث مئة دولار هلا بقى شوفينا نجيبها يعني نخفز عليها اليوم ما نبوصها ومنصلي له الله يرحموا ايه عامل كتير منيح هلا بس تحكي عن هيدا الموضوع يعني الواحد بيكون عنده شغل بيعمل افور لحتى يتصالح مع حالو يصير يحكي عليها يحكي عنا بهالقد ارياحية خبريني شوية كيف كيف يعني هالقد صرت تحكي عن الموضوع بارياحية كبيرة اه تعقدت انا وقالله عملت عقد انا عقلك شو العقد رح تتضحك علي نحنا هيدا الجينة هي بتكون الام بورتوز المرأة بتكون بورتوز يعني حاملة هالجينة بتورتها لولادها الصبيان وحيلي عمل اليوم بتورتها لولادها البنات فانا قلت له لكل كل ولاد العائلة يعني خاصة البنات اذا ورتنينهم من امهم او من ستهم ياللي بدون ينصابوا بهالمرض اذا انت محمل نية تيجي انه ما ينصابوا خاصة بقبل اني انا احمل هالمرض عشرة هني ما ينصابوا فيه لها او لبعدين اعملت اعملت انه اوكي انت بدك انه يصير هيك انا من نضد بس انا بدي كمان يصير هيك يعني وهو بيحترم حريتنا الله وبيحترم كل شي من طلبه هلا انتبه من بعد ما انا دارت وصلات وطلبت اني سير شوف وما شفت وكل هاو دي بعدين قد ملقيت محبة حولي وقد ملقيت اني قويت ما بشوف كراهي انا من يومين حدا عم بقلي ليلك هادا كيف تطلع فيك بغيري قلتون خايا انا ما شفت شو بدي شوف الغيري عمرا ما تكون بعدين فيه محل لكل الناس بالحيات بس بيتلع بالي مثلا نشوف وجه جوزع انا بعيد بيتلع بالي شوف وجهك الحلو بيتلع بالي اذا حدا تغير هلا بدي قللك شغلة انا بشوف خيال متعا بكون انا مركزة انه هل قد دي فيه راس اذا شفتك هل قد بقلك يشو ضعفان بخنون الناس انه انا عاملة حالي بقشعوا وهذا بس انا بكون شفت فرق اه اه بكون شفت فرق او بكون يمكن مش مبين خيالات او شي يعني ما بكون عم كذب بكون متعا عم سير لانه في شي هلا اذا شخص كتير قرب مني كمان بلاحظ الفرق بالنصاحة والضعف وهايك مش هين ابدا انه اعلامية تحت الدولة سنين طويلة تكرس تجربتها هالقد للناس وتحكي عنها بهالشكل متعلم منك من هيده الناحية يعني هيده التجربة لشك انه تعطي فيها انه الله عارفك بتحمله فراست وقت سير عمرك ثمانين سنة اللي يطول بعمرك رح يخف نظرك هاي الحالة الدنيا انتبه باية متان سير عمرك 95 خف سمعه ما خف نظره بس انه في شي رح يصير معنا لان رح نخطير كلنا رح نمرق بها الظروفة كونوا قوية وتخطوا هالاشياء وشوفوا الاشياء الحلوة الحياة ملينة اشياء حلوة من محبة مروان وجر ملينة اشياء حلوة اللي يخليلك يلا برايك ونرجع بلا فلتر مع العالمية فيها كتير بسيكولوجية هيدا العالمية ايه بدي اقلك اذا انت بتحبين بخلى عيني ما تقعد تشوف بصير يمشي هو تمشي ايه متل ما بمشيني مروان مش هايك حباية الغنية كمان خبريني شوية عم وائل وائل كفوري ايه حبه كلنا مننجار حبه كتير شو كيف هي كيف كلنا مننجار كسريت الدني الغنية كسريت الدني الطريقة اللي رافز فيها حرف الراء كتير اخدت ضجة ضجة ايه ليك هو هيك بس نحنا منحبه يعني متل ما كان لانه صوته ليك صوته لوائل لبناني وصوته بالمويل كتير ناديا انا بحب اسمع شوية مويل منه اللي زمان مش سامع مويل امتى اصلا حكيت انتوا هي اخر مرة شفته او لك بفقرة او بمهرجين لاليسا وقرب بواسنين ايه شي من هيك نوع شي مهرجين من هالمهرجينين هاي اخر مرة كنت شفته هلا انتبه فنزات واقل امو الايام علي لان دفعت عن انجلا مرته انا دفعت عن انجلا مش كرهن بواقل يعني مش وقت انت بتحب حدا اه هلا عن جيه دفعت عن انجلا قبل دفعت عنا لانه صحفيين دل احمدية كتبت شي كتير بشي عنا وانا بقول انه انت بتقول انه لا لا بس انا عم بقول لا انه ولاده هنه ولادة وقت تكبره رح يفتحوا جوجل وشوفوا اشيه مش حلوه عن امهن وعن بيهن يعني منش هيك انا بقولك ما بحب نفوت كنا بأمور خاصة هلأ هنه هنه سمحوا انه نفوت بأمور خاصة لان هنه اعلنوا اشيه متل مشيرين بس احسب هيك ست انجلا كان لازم لكان يعني تكتفي عن هالموضوع مش تحط ستوريات وتشاكات نا تنيناتن تبي الحق ع تنيناتن لا واقل ما تشوفناه ما احكي بالموضوع بس انا انتقدت انه هو ما يسمح لحده يكتب انا بجرش سنة الالفين وستعاش بس حاولت احكي بهذا الموضوع ووقف المقابلة اوكي يعني انا بتماتل ما بحب يحكي عن بناته وعن عينته لا عمين بدأ تماتل مثلا اتنين طلقوا على الساكت حسوب ماجدة رومي وانطوان طفوني ايه ما عادي تخلت حدا يحكي بهالموضوع ما حكيت هي عن هالموضوع وكتار اما العرفة وعبد المنعم عميري ايه السلافة معماره سيف دين سباعي يعني لازم زينة مكي ونبيل خوري ايه انه ما يخله حدا يفوت يعني انا اللي زعلت منه انه خلى الناس تدخل بالاول هلأ يمكن معك ما عا تخلى او بعدين لانه بالاخر فيه ولاد في راس هاولولاد يعني انا مرة عطيت الملاحظة لنا دين الراس قلت له هاولولاد رح يكبروه رح يفتحوا جوجل خلاص مع الجوجل سرع متناول كل وراح يشوف هيك اشي حرام ليه بدونوا نشوفوا هيك اشيه في راس ما بينجرح الولد ديجا مشقف بين امه وبايه بس انا حسيت انه كلامك لازم يكون موجهة اكتر لزوجته لاتنان يعني هي اللي حطت ستوريات وهي اللي طلعت على الاعلام وهي اللي صاد بتعمل نجمة على التلفزيونيات وتعمل مقابلات اولا كاد لهذا السبب هو طلقه هالاتنشن اللي بداياه هي هي اللي عنده هيد الحالة واللي لما طلعت خبرية انه هو مرتبط بحدة جديد طلعت عملت كلها القصة يطلع بالو يطلع على الشهرات كي لازم يخطفوا عن الاعلام بها الموضوع بغير موضع يصطف له بس بهذا الموضوع انا كنت ضد انه يبينه على الاعلام بس انا بحبه كتير لوائل كتير 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 بحبه نسي اموره الخاصة يصطفل فيها وبحب كتير صوته وبحب المويل اللي بغنيه بحب الغنية اللبنانية وانا بفتخر انه في عنا شخص يعني هم غنى خليجة مرة غنى غير شي بس انه بحب الانسان اللي بيعطي ايميل الغنية اللبنانية مش هيكي بتختم انت الفقرة بس تكون اعمل وما بدي هالقاد شوفي ما بدي هالقاد جديده لامين كمان هلا شو بدنا نعمل ما بدي هالقاد لانشوف شوفي شوفي خبار ما بدي هالقاد فان زيت نانسي وفان زيت نوالي قبروا بعضهم ايه انه بدي شوف انا شو لقى بالبوب ستار قدام لقى بالنجمة الذهبية النجمة الذهبية مش احلى بس بيقى مش انه مش حلو لنانسي بفاهموا بفاصروا اعزاء ونوانه واذا حطوا بوب ستار يعنى اصلا البوب ستار لا لا نانسي ولا انا اقول هلها ر那么عيش بالاساس هلها ر那么عيش بعدها ماما شو عن البوبستار يعنى بغني بوب مهي في نوع ميوزيك اسمه بوب صح بس بوبستار مش لقى انه بوبستار يعنى ب هيغني بوب كل الاغنية بيكونوا بب لقى ما هنى بغنوا كل الانواع درابة كلاسيكة درابة شعبة كل pity كل هيدا كل هيدا ما بعرف اذا الفنزات هني بيقودون يعني عم بتقودون الفناني او هني منهم لحيلهم بيفلتو هالفلتة على بعض هلأ على كل حال ننسي مشغولي بألبومه وبنجاح اغنياتها الجديدة حبيتي لنوال لننسي ايه 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 حبيتي وبدأ تاخد يمكن من ركس درعش غنية من هال هلا ايه شو حبيتي اكتر شي بالاااا بالاغاني اللي جديدة بسمعتي ما سمعتهم كلهم ايه بعد ما سمعتهم كلهم وحتى نوال بعد ما سمعت الولي بدا تنزل هلا الثبت في غنية يعني انا تضيقت انه البعض صاروا يقولوا انه نوال عم بتحركش بيننسي لان بدا تنزل الالبوم انه يا عمي حلو عنا نوال خلاص عايشي بغير عالم نوال كانت بحياتها كلها هي تختار الاغاني بكتير زكا. ولا اغنية عملتها الا ما ضربت. تتذكرون القدمات ده اللي عندنا على انا عايزة رات حبيبي من حبيبي. انا كل الاغاني اللي نزلتهم جديد وقدام. انا صراحة مشوف انه هيدا الشي اللي صار لح تنعلق الاه بشكل يعني بشكل مختصر ونخلصه. هو حركات فانس. ايه. يعني. ما زيل جوا بتنوال يعني حركات فانس. نوال مشغولي بالاشي اللي بدأتنزلها هلأ وعملي الابوم بياخد العاملي اغاني كتير. ونانسي مشغولي هلأ بابومة وباغانية وبنجح الاصداء الحلوة اللي عم بتحقيق الاغاني. فطولوا بالكن يا فانس ما بدا هالقد. اكزاكتلي. ما بدا هالقد. الفانس بزيدوها بقصص بحركات. ايه مين كمان ما بدا هالقد? احلام. شو? انا بحب الاحلام. ايه شو ما بدا هالقد بشو? ما بدا هالقد وقت طلع وزير الخارجية وقال انو بالسعودية هن بدو. ضغري طلعت وقال يضبوا زبالتهم اللبنانية. يا عم حل عنا بزبالتنا. انت مش عارفة مين زبالتنا. ما زبالة عم بتركوا زبالة عالطريق. ما فيك تحكي سياسة انت انا رح احكي السياسة. كانت كلها مناقصات وما مناقصات وماش يلول لنا زبالة. طيب انو شو منعمل نحنا? انو كل مرة بتشمتي فينا وبتهتينا انو في زبالة عالطريق. حل عنا. انو جايوا بيه على القليلة لوزير الخارجية عن شيء له ما تجيوا بينا قلنا. نحنا شو زنبنا انو نحمل عن وزير الخارجية اغلاطه? بالوقت اللي مش زنبنا. شو فكريك نحنا مبسوطين بالزبالة. انا غريب ما شفته هيدا. نحنا كل حياتنا سويسرا الشرق. كل حياتنا منتباها بالنظافة. كل حياتنا انضف شعب وانضف ناس وبنستقبل. عنا بيسمونا بلد الخدمات لبنستقبل السواح. وانت بتعرفي عشتي باللبناء واستقبلتي. وانا بحبك قد الدني. ما بقى خلاص هيجد هتينا بقصة الزبالة. عيب يعني كمانا. عيب انو كل ما بدنا نجرب نحبك انت اللي ما عم تعد تخلينا نحبك. ما بيصير هيك. نحنا. عم تجربة تحبيها مش عم تقدري. يعني انا حبيتها ولقيتها لازيزة وقت عرفت عليها وكل شي. بس وقت رجعت زكرة قصة الزبال انقهرت. انا ما شفته بس هدا التويتر. على تويتر هتطوم. ايه. انا ما بيصير كل ما دق الكوز بجرد تجد تهتينا بزبالتنا. هو معك حق بس نحنا عنا كالوزير. طبع ما عم بقال تجاوب الوزير. ما تجاوب ناقلنا. نحنا المواطنين. صح. يعني بدي ايلك شغلة. متى في ناس وقت بنتقدوا دولة. بيقولوا نحنا منتقد نظام هالدولة ما منتقد الناس. بس هي عم تنتقدنا قلنا. مش نحنا. درت يام معوي سام برايدي بالانترويو. لا. ام. شو قيلت? لا فكرت از حضرت الحلقة. كانت هاي اول اطلالي الى بعد الالبوم. حبيت الابومة. لا احلام ايه. اسمتي? اي اي. حبيت الابومة كتير. ما تسألنا شو اسم الغنية ايه حطيتها بالتصويت لانا كتير عجبتني ودخلناها طبتان. ايه. اه هلا برجع بتذكر شو اسم. فيه الابومات كتير هالفترة شو مين اكتر شي معلق عندك? ايه معلق عندي هايفا. لو كنت? لو كنت. تعني الا لو كنت شي. يلا. يلا. ايه لو كنت ايه رئيس جمهورية. ايه. عندي ست وزراء. ايه. بجرب اعطي امل اكتر للناس. ويجرب نظف مطارح باصلاح وتغيير. ايه. ويجرب انه ما قاله الناس نهار بالمزوت. نهار بالبنزين. نهار بالرغيف الخبز. نهار بهيدا. لان كن كل حياته اللبناني حر سياسيا ويعمل السياسة اللي بده. يعني بجرب اني اعمل شي خطوة لقدام. حلوة. لاتشي هي. مش لاتشي. بس انه ما بفهم رئيس جمهورية يقلنا انه وصلين عجهنم. توصل. ممكن يكون بعد فيه اكتر. بعد اكتر من هاك. ايه. شو بعد فيه اللهي. شو بدت تحمل الناس بعدها تحمل. الناس تموت على الطريق. يعني بدنا مار ترازة تانية تجي تلم هالناس عم تت. تعطير. لو كنت تاني. تعطير. لو كنت فنية. لو كنت وزيرة ثقافة. ايه. في كتير ناس كنت بكرمون. اه ما بانطر بلد تاني يكرموا منهم ملحم بركات. يلي كرمته وزارة السقافة السورية. سورية. مشكورة. اكيد. كنت بكرمه انا. آآ بكرم ماروان العبد يلي عطى اكتر من ثمانتالاف ساعة. شو بتحبيه عطول تحكي عنه. تعرفت عليه شخصيا كتير اثر فيه. ايه. كتير كتير اثر فيه. كنت بكرم ماروان العبد لان انا وقتها طلبت من وزير السقافة كرمه وما كرمه. وطلبت من من آآ معي للوزير واقل ابو فعور انه يطبيبه لانه اللي بده يطبيب الفنانين رد علي سكرتاره لما على الوزير اللي مين ماروان العبد. فكتير ازعلت انه ما يكونوا انه. هلأ الكاتب دايما بيكون ورا الكوليس. ايه. مش قدام الكاميرا صحيح. لا بس تحديدا آآ يعني استاذ ماروان يمكن انت اكتر حدا دايما بضوي عليه اعلاميا. ايه ورح ضل نضوي عليه تما يصير هيك بالباقيين. يعني تما يصير هيك لسا محلة بابو سليم. تما يصير آآ لسا محلة بعمر مئاتي. تما يصير لسا محلة بوحيد جلال. نتفي ينتبه على هالناس اللي هني كانوا اساس عنا بالفن. واللي نحنا منحبهم واربينا على صواتهم واربينا على تمثلياتهم. انه وحيد جلال بعدنا لليوم منحضر له تان تان بالعربي. انا وياكي منحب اوليس نينة. شو حال. ازافتنا بحديث اوليس ما مقعد نخلص. بس جايق ليلي حبيتي هايفة لو كنت. اي حبيتي. حبيتي ورجعة ولكليب و全شي. راب جديد ومغظومة. حفصطيها الغنيه بتحسيها السهلة الحنفظ. لو كنت قوي يلا لو كنت شو سمعت بعد سمعت ألبوم عاصر جديد حبيبي هو وليد الحلاني مبروك مبارح كان عم بيقل لي رفيق شرب اللبكة انه عامل سدي نخبوي بس ما تسوق له منيح بعد يعني بعد لاحق يعني تسوق له ما لحقت بعد اسمعه بعد جديد الألبوم بعد مصر بعد ما لحقت اسمعه بس أنا كتير بحب صوت عاصر أنا في أصوات بحبها كتير يعني ما بتزعجني مثل ما قلت لك صوت واقل بحب صوت عاصي كتير بحب صوت جيلبر جلخ يعني ما بيعمل أغاني كتير بحب صوت نادر خوري بحب صوت زين العمر في أصوات عنا أصوات لبنانية كتير حلوة كتير صير رامي عايش خانا قطوي أبدا أبدا حبيب قلبي مثل بحب استعراض ميريان فاريس بحب هيفا على المسرح شفتك كتبت شي حلو عميريان وردت لك شي حلو حبيت اللي عملته ميريان ليك فهموها غلط هني حتى أنا فهمت غلط سين زواهركت معي أسبوع الماضي قالت لها العيار طيب رعا قللك شو أنا فهمت أنه هي أنه عم بتقول أنه هي حب لي وتعذبت كتير بوقت الكورونا وأنا ما عندي نتفليكس ما بعرف لي مش عم يمشوا نتفليكس ما عندي حطها الباسور ما حضرت يعني ما حضرتها رجعت شرحت لي وبعت لي مقاطع سعيد حريري منها فيديويات أنه هي عم بتجربة تقول لهم تعطيهم تفائل وأمل بوقت الكورونا وهي وقت روحيت روحت ما قبل الكورونا أنا فهمت أنه هي حكيت عنها يعني فهمت غلط مش هيك أنا قلت له أنه أنا ما بدي أكتب وماني حاضرة طيب ميما أنه مش حاضرة مش هنحكي عن الوضع بس هنحكي عن الأغاني سمعت الأغاني غنيتها حلوة غدارة حلوة حبيتها حبيتها أنا برو لبنانية شو بدنا نقول بعد مرة ده بدنا نقول أنه بلقيس عاملة غنية حلوة ايه مش دي انتهى ولا لبنانية حبيت غنيتها كمان هي يوسف نبيل ممكن مين بعد عامل أغاني حلوة تقلك هشام الحج أنا كتير حبيب غنيتها هشام الحج كمان عامل غنية حلوة عصفر طيار عصفر طيار ايه بلا ما غني أنا بنشيز كتير ويسروا بدنيبكم مجل المهندس اللبناني حبيتها حبيتها بس ما درجت كتير بس حبيت أنه عم بغني لبناني ايه ما درجت يعني ما حسيتها نجحيت ايه ما درجت كتير بلبنان لأنه أخوك أنت بتعرف في لبناني بدو ندفعه دعمتها تمشي الغنية ايه هذا لمعطر ما أجرع لبناني ودفق بس أنا سمعت على الإذاعات كلها ايه بس حلوة الغنية ايه حلوة يعني بعد غايبة طويلة لماجد عن الجو اللبناني حبيت مرور خورة جديدة الفصحة ايه ايه جديدة حبيتها ايه لذيذة ايه اه في كمان هتا نحكي مسلسلات شوية خلص الأغراني قلب بلاستيك لروبي روبي في عنده غنيتين كتير حلوين بالقلب من قلب بلاستيك معروب شو حضرت مسلسلات؟ كل شيء هلأ برمضان نحن حكينا قراني اتصلنا فيك وحكينا تعالي نحكي عن المصريين ما حكينا حكينا عن اللبنانيين انا بلاقي اول شيء بديهني شركة الصباحة عملوك الجدعانة لانه هو حي مصري كله معمول بلبنان عمروه بالبلاتية كله مع تفاصيله مع شرية الكهرباء مع كل شيء عمرو سعد ومصطفى شعبان ويوسف شعبان هو وعم بيمثل المسلسل توفق بنص المسلسل هلأ هني ما عملوه بالقصة انه مات اختفص اروحكم مع ابنه بالمسلسل بيتخفف شوية الاي سي اي بيتخفف ما ردت يلا بقى ملوك الجدعانة بدنا نهني الصباحة هالانتاج الحلو ونقول انه لازم مصريين يدعموا شوية لبنانيين متل ما نحن كتير كمان ندعمهم حبيت كمان يسرى بحرب اهلية حبيت انه المصريين بيعطوا دور بطولة لحدا كبير بالعمر نحنا هوني كبري بالعمر بزيحوا عجنب ما بقعدوا يبعطوا وراء بأدوار ما بقعدوا يعملوا له شيء عرفت؟ عطينا ليسرى دور بطورة ونمثل معها بس الخياط كتير حلو سنتيا خليفة لبنانية نهيتوا عم بيحكوا مصري بس والموضوع جديد موضوع عن واحد مريض النفسي وبيستغلها وبترجع بتنتقم منه بطريقة كتير زكية بتسترجع مصرييتها كمان كتير حلو نسل الأغراب يلي هني بمصر ما حبوا قل لأنه بالصعيد ما بيلبسوا هالقد حلو وما بيعملوا هالقد بيصرفوا هالقد مصاري حبيتها لأنه قوقت بكتير مطارح بين العائلات يعني بين العشائر بين بعضهم بيصير في هالقد مشاجل وهالقد قتل مع أنه نهايته حزينة حضرت النمر لمحمد إمام كمان حلو ضد الكسر لنالي كريم بس الله لك حضرت كل شيء مصر عمكمل بس لعبة نيوتون أنا مثلا لعبة نيوتون ما حبيت حبيت مونة زكية ما حبيت محمد يلي عم بيمسل معه فراج لا مش فراج محمد فراج حبيته يلي أخد دور مؤنس يلي أخد دور جوزة هيك ناصح وبيضل يلهت وبيضل يعرق وما بيفهم بكلامه ما حبيته أبدا يعني كيفيه يقوله حدا تاني لمنة زكية بس يمكن ولا الكاستنج منيح ما بعرف بس ايه ما حبيته فين أقول ما حبيته أكيد فيك تقولي أكيد محمد ممضوح مزبوط هيدا علامة دغري علامة في منه قل بس بدي أقول أنه كان فيه انتاجات مصرية كتير حلوية وكان فيه انتاجات مشتركة غابت الدراما المصرية عن الساحة اللبنانية يعني هلأ اليوم اللي عم بيسمعونا كتير الليل اللي عم بيعرفوا عن شو عم نحكي حتى غابت نص الدراما اللبنانية عن الدراما اللبنانية يعني إذا بدنا نحكي دراما مشتركة لا حكم عليك ما أخد حقه بيه لأنه كمان كان عم نصر كان كتير حلو بس المسلسل أحلى المسلسل أصلا قصير عهد الدم ما أخد حقه كمان حلو عهد الدم بس الخياط صح كتير حلو بس الخياط وعالم نايم نمثل دور كتير حلو فيه يعني الشرير بس على موضيل جديد يعني مش موضيل كليشي ستيريوتيب مثل كل مرة شو كمان ما أخد حقه كما بدي أقل لك عنه كمان من فيه إشي أخدت حقه على السوشل ميديا مثل قائد مجهول بس ما أخد بس ما نعرض على الشاشة هلأ عم بتضيع شوي بقصة المنصات أنا مشتركة بشاهد عم شوف كل شي عشاهد تقريبا تقريبا كل شي يعني قد ما نحنا بعهد الكورونا قعدنا بالبيت ما عملنا شيء فكانت المنصات عم بتسلينا قلت لك أنات فليكس ما قدرت ألقاطها بالبيت ما بعرف في عندي مشكلة بالباسورد أو بشي ما بعرف شو هو وكان في مشكلة قبل بالمصاري معادوا يقبضوا بالكارت وبدون كاش وفريش ماني ولا بلا بلا إتسترا إتسترا فما عم ضيابة بفكرة المنصات بس وقت بينعرض على تليفزيون مثلا للموت نعرض على منصة وعا تليفزيون أخد كتير حقه وبرافو لما جي شابه باه شابه باه أنه عملت هالدور الفضيع الشكل يلي باينت فيه وقت بدا تكون فلقار كتير فلقار بدا تكون كلاس كتير كلاس هلا لا شوف جزء تاني شو عم بتحضر اي بس كتير حلو واللوك تبعه كتير حلو خد العقل عم بتتحضر إن شاء الله ما جي بوصم تستاهل شيء كتير كبيري قبل ما نروح لبلا فلتر أو منروح ضغري يلا يلا منروح ضغري منروح لبلا فلتر شو؟ بريك يلا منروح بريك ونرجع بلا فلتر نروح بريك دفعين ما صاري لعلينا يا خياتة يا الله سو حلوة هالغنية يوم هالهول هي البهية طبعنا بالحلقة أنا أخليك هادي مروان جوزة يلي هو أهم فيديوغرافر وأهم فوتوغرافر إذا بدهم الفنانين يصورون أكيد كل ما بكون شويزة علينا أو شي بحطليها بتحسسني بكتير فرح كتير كتير فرح نجم العربي وليته فيقلو شو أخذ عز بين هوليوود مصر على يعطي الصحة والعمر وبعده شغفه بالفن كأنه مبارح مبلش أنا كتير بحب هالشغف لزيز لزيز وجه جوفيال بقوله بالفنسيب يعني كله فرح قدأ بتحبيه لأ مروان؟ زوجته بعد قصة حب طويلة قصة حب كتير كبيرة بحب مروان بحب نظافته بفتخر فيه أنه كان مغوار بالجيش بالقوة الضاربة ونصاب بنهر البارد أنا فخورة فيه أنه بحب وطنه لبنان يعني لقيت الإنسان المناسب من كل الميلات فخورة فيه أنه رجال ما بيخونني بحبني بيحملني على الراحات فخورة بشغله أنه كتير شاطر يعني مثلا هلأ هو عم بصور لي ما بده هلقاد هو وعمر مشكوريين وهو بيخرج ليه بصور لي نجوم الفن بصورني فطويات كتير حلوين شو بدي قللك مروان دنيتي وحبيب قلبي ونور عيوني وهو عيوني اللي ما بشوف فيه بشوف عني قال لي خليكن لبعض قصتكن من القصص اللي أثارت الجدل كتير ما هيك تصير الجدل يعملوا بالدني أنت دايما جريئة هلا بخطواتك بحياتك جريئة يعني حتى خطوة الزواج أختيها يعني بعدين بعد وقت بكل شي بتخديه دايما بتكوني محور إيصار الجدل يلي الله بقلبه ما بهمه شي واللي معه حق أنا بنام ضميري مرتاح ليك فيه هيدا اللي فوق بس بحسبني مروان غرمنا بعضنا من سنة 2013 وطلبني أول مرة الزواج قلت له أنا أكبر منك منتبيه تاني مرة تالت مرة أنا أكبر منك منتبيه ست مرات طلبنا إذن زواج من الجيش اللبناني هو لأنه بالجيش بده يطلب إذن زواج يرجع غير رأيوه لا بس بالآخر لأنه كان تتعمل وراء ما كترت ما بدك تعمل وراء لا تتجواز بالآخر رحنا جوازنا مدني خلاص يعني ماشي الحال الله يحب هلال مر بلا فلتر بلا فلتر إذا بدك تحط فيلتر الحقيقة مين الفنان اللي بتوصفيه بصاحب موقف رد البيبان يا بهية صاحب موقف صاحب موقف شو ما فيه مع بيطلع معيك حدا باس 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 دياري دياري كاميرا مش عمتذكر حدا أخد موقف ما عم بتلاقي حدا بتقولي عنه صاحب موقف إذا بدك بقول أنه أخد موقف لبناني حلو يعني هو يسم الله على قلبه يعني كله اه تفضل ورد الانتاج اللبناني لبرة يعني هاي دي كتير عجبتني القصة فأنا اي بلاقي إنه هيدا موقف كتير حلو منجحات هالشركة اللي هي يعني بعيدا عن لبنان حتى بتوزيع الأفلام الأجنبية لكل الشرع الأوسط جمال سنان فعلا رجل بمئة رجل وديش مانجي بوغصني اللي تعذبت بحياتها أول مدة أنا بتذكر كنا نعمل ليالي رمضان بالأم تيفي كانت عملنا سكيتشيات قد ما كانت طيبة وقريبة من الناس ما كانت تشوف حال علينا وهي تعذبت كتير بحياتها كرميلا تبين وقت تجوزت جمال سنان ما استغلته لحيلة يعني ما استغلته بالعكس ساعدت كتير من الفنانين بالانتاج اللي عملته مرسي مشكورة يعني إذا هني ما بيعرفوا يقولوا للمرسي أنا رح قال للمرسي لا كلهم بيقولوله صراحة أنا بيسمعهم بجلسيتهم كتير من الممثلات خاصة اللي في ممثلات كان في مشاكل ويهن ورجعتهم لل أهما شي الصلحة والمحق فيه بس ما عدتيني فنان صاحب موقف هلقد يعني إذنك من التسعين إذا مش قبله شوي بهالمجال ما عندك في طلع معنك فنان صاحب موقف هلقدبل المواقق؟ تطير من تلاتة وثمانين ما قابلتي فنان صاحب موقف؟ ردل ببناية ما هي ايف؟ طيب من أكتر فناني بيستعمل فلتر التصنع؟ آه 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 بدك تساعدني شوي من أكتر فنان بتشوفي عم بيستعمل فلتر التصنع؟ فلتر التصنع فنان بيغني يعني أو بيمثل بتحسيه متصنع ما بتحسيه حقيقي ما بعرف هلأ بيطلع معي بعد شوية سألني سؤال تالت لأ برجع بلاقيلك حدا متصنع طيب مين أكتر فنان بيستعمل فلتر الوفا يعني هو وفي مين أكتر فنان وفي 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 رد قد الحلقة مغنى لا الناس لكن الوفا خليني في عدة أشخاص أوفية يعني متى أنا بلاقي انه راغب علامي وفي راغب علامي أنا اللي أطلقت عليا لقى بسيبيرستار ضلوا كل حياته معي وفي وما تغير نهار اللي أنا عادت بلا شغل ونهار اللي عادت بشغل ضلوا طول عمره كتير وفي هايفا وهبة ضلت وفية ما جيبوا غصن كانت وفية قالين خلف هلأ منشهين كنت لك رد الببان لأنه قالين ما بعرف إذا بعضها بالفن أو تركة الفن عبد محفوظ عبد محفوظ يعني في كتير ناس ما بدك ما أنسى حدا بس إنه أي فيه فيه فننين أو فيه طب مين اللي بيستعمل فلتر نكران جميل كتير آآ تسعين بالمية منهم إيه؟ إيه بينسوا مين أكتر حدا؟ آآ ما بعرف بدي أقل لك أنه صباح كنت كتير وفية آآ وفيروز وفية فيروز أخذت موقف معي كتير وفية كتير 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 كنت وفية فيروز بعطت ورايي واستقبلتني ببيتها وكنت استقبلني كل جمعة وقت سألت لي قلت لي لأنه أنت دفعتي عني بمرتين كتير حلوين وقت قلت لي صوتها هو سكرت الله بمجد المحبة هو بوعي الحب قلوبنا وقت بتتذكر مادونا الغرب حطت بكليب من كليب بيتا ترتيلي لفيروز وهي كليب بيتا بورنو مادونا الغرب وحطت كليب لفيروز اليوم علقة على شجأ على خشبة ترتيلي يعني وأنا قمت لأيامي بالإذاعة أنه عايب لازم قاضي الأمور المستعجلة يقوم لأيامي ومدري شوه كذا كذا ومش مسموحها الشي وهلأ كمان رح دفع عن فيروز أنه مش مسموحها الشي اللي عم بيصير معه حطينا دعاية لمطعم بالأردن مش مقبول مش مقبول مش مقبول يعني ما بقبل أنا بدي شوف إذا عملوا هيك بيمكلتوم أو بنازم الغزيلة أو بصباح فخرة أو بحياة لحدة عربي شو حطينا للنيتة يعني فنجين القهوة عم تقولون تفضلوا شربوا فنجين قهوة تتفضل هيك لكن يمكن هن علانية علانية طيبة أنه قد ما هي صار ترمز للصباح يمكن عم بقول أنا يمكن نيتهم طيبة جماعة لا لا مش مسموح فهي لحيلك اغد متى ناقص جمهورية لأننيتك طيبة ومعروف تحط له فنجين القهوة عشرة فنجين قهوة لا إذا بدك تستغني عن فلتل موضوعية مين الفنان اللي بتغضي نظر أكتر شي عن أخطائه الفنان اللي بغض نظر عن أخطاء ومش راح بتسدي فارس كرم عن جد ليش عنده أخطاء أكيد في خدم عنده أخطاء لا لا أنا بقصد عنده أخطاء معك يعني هيك لا صار بعض الأشياء بس أنا بحبي فارس كرم بيو شبه وصيني فيه أنه قال لي أنه أنه هيدا الكرم بزيته وهيدا فارس بزيته وهيدا كذا يعني بحس بحسه عائلتي يعني فارس هيك حسيت ليك بدأي إيلك شغلي أنا ما بنكر أنه بالثمان ستين اللي كنت بعيدة عنهم عن الفن كنت عم بشتغل إعداد بالأم بي سي وبالتليفزيون دوباي وتونس والآن دوباي وأبو دبي فارس كرم كان واقف حد كل الوقت شو ما عوز وساعة البده وكيف ما بده ليه بدي إنكر أنه مرة ساعد لجمعية الخيرية مش لقه للجمعية يعني ساعد المدينة جمعية بتحبيها ما فين إنكر أنه وقت فت على المستشفى أول واحد اللي قيته حدي هو فارس ما فين إنكر هود الأشياء صاحب موقف يعني إذا أنت فكرك بصاحب موقف هيك أنا خمت موقف سي سي مرحب العمبالي لقي لك حضر لا بس فارس حتى هلأ إذا بدي أقول له أنا أكيد مية بالمية إذا بتلفين بقول له فارس أنا عايزتك بكذا كذا كذا شو ما كان كذا كذا بيوقف معي يعني يمكن خيل ما خلقه موبي عن جد فارس عندي محبة غريبة لقلو بتصدق أول مرة بقول له شو مبسوط قلقني كعمت ذاكي عن فارس لا وقت تخنقت معه زعلت منه لأنه حشرته واحدة من الإعلاميات ونشعر يكذب عن لساني من شانك زعلت منه بس كنت كتير زعلانة أنا بزعل كتير إذا واحد في صداقة بيني وبينه وأخوي مش بس علاقة عمل وبزعل الأنوية كنت كتير زعلانة شو مبسطت وقت أنا رضيت الأنوية بدي أشكر تمام بلاقي اللي طلعني بمقابلة معه قال لي مين بيحملك ناشك قلت له فارس كرم لأنه بحس إنه بده يقجر فيه ويصلى الله يعني في شي بيجمعنا سوا في الصلاة بتجمعنا سوا في المحبة بتجمعنا سوا في جزين الحلوة بتجمعنا سوا في صدقه وصراحته إذا بدك تحط فلتر الزمن تنضمي على الخلافات اللي كانت بينك وبين أختك رمدا المور ما مش أنا ستسببت فيها تنضم يعني صارت وبتعرف من بعد الزع الوقت واحد يرجع بيرجع أحلى ومبسوط أكتر أنا رندا ما في ولا نهار محبيتها إذا بدأ أحكي محبي ما في ولا نهار مرأ محبيتها لدرجة إنه وقت أصيبت بالكورونا ركعت وصلت قلت له يا ربي رجعت فقع لي قلبي بس تعيش يعني هيك قلت إيه قلت له دخيلك عشو كنت تغتلفه أكتر شي عالفن يعني عالفن عالإعلام على منافسة يعني ما في منافسة بيني وبينك بحبك وما بتحبني وبتحبني وما بحبك إنه هيك إشية مثلا هي مثلا بتحب فناني أنا ما بحبها والعاكس هيك إشية يعني كل خلافات كن محورة المهنة يعني اليوم كيف على أثناء بعدين هي كانت تفتكر إشية إنه أنا بعملها كن أنا مش عاملتها يمكن كانوا يوصلوا لغلط الناس اللي حوليها أو شي اليوم علاقتنا كتير منيح نهار السابت كانت عندي عاملنا عايد ميلاد جاكلين بحبك كتير لرندا ما فينا إنكر إنه رندا كانت علامة فارقة بالإعلام اللبناني بعدت كتير إيه بسبب مرضة يمكن هلأ بس بترجع إذا الإنالة كلوي لهم نلاقي ضنار كلوي ونيكاتيف سلامة عيونه وقلبه سلامة عيونه سلامة كلوي يلا عند ميكانو يلا ميكانو شو عنده ميكانو بقلي شون بدك يه ميكانو تعتني نحكي شوية عن الممثلين اللبنانية يلا دائما بقولوا ما في ممثلين لبنانية صف أول طيب والله طوني عيسى عمل دور صغير بعشرين عشرين وبين فضيع الشكل عد الكرم حضرت له تراب الماس تراب الماس مع أسر يسين هيدا على شاهد دقيتك مش مشترك بشاهد هيدا على شاهد بلا مشترك شفتم بلا طبعا شفتم طن بمشهدين عد الكرم علم فينا رهيب شو هالمشهدين القوية رهيب عد الكرم يعني أنا بتعجب كيف ناصر فوقيه بيقول ما في فنانين ممثلين لبنانية صف أول وهو بشتغل مع عد الكرم يعني مش شايفه قدامه مفهم لا هو لقلك كارلوس عزار تجمعي بين أنه الواحد ممثل صف أول وبين أنه النجم تمثيل صف أول بينعمل عمل على إياشه هيدا شوف شو الفرق لا فرق اليوم بين أنه ممثل كتير شاطر بمثل كتير حلو وناجح يعني بيعرف يمثل بيعرف يوصلك الدور كتير منيح وبين ممثل المنتج شايفه هايك وعم بيعطيه عمل دور أول عم بياخد بطولي برمضان عم تحضاريه بطولة أنه عم بيقول أنه ما في حد عنده بطولي هو عم بيقول أنه ما فيه نجم لبناني اليوم بيبيع عمل على اسمه يعني بس تفتح يعم بيسي حطين مثل ما فيه عمل لمحمد رمضان فيه عمل لقصي خولي فيه عمل لنجم لبناني حطين أسر ياسين حد اسم عادل كرام هيدا كان بعرف مثلا أنا مش عم بحكي عن عادل عم بحكي بشكل عام عادل حبيب قلبي وعادل بعرف أداي هو في النجم كبير هذا بالمعنى اللي أنت عم بتحكي ما أنت عم تقل لي دور بطولة عم فاتش على أدوار البطولة براسة يعني من خمس سنين وعشر سنين لليوم ما فيه نجم لبناني عم يعمل يشيل عمل على كتافه ونقول نحن هيدا العمل بطولي كارلوس عزارو بس السنة وريت تحيك عمله وين كنته وعمل غربي هوا أعمال محلية نحن عم نحكي أعمال عربية لأنه هن ما أخدون أعمال عربية هن أخدوا الفدات اللبنانية بنات وأخدوا الفدات الرجل سوري هيدا هو هيدا هو هيدا اللي عم بيحكي فيه ناصر فقي هيدا اللي عم بيقوله أنت بس ما عرف ترجم هلأ المهم ما فهمناها هاك اللي صار السنة كان كتير عظيم لا أنا بدي أقول لك شغلة أنا بحب كل الممثلين السورية كوصايا الخولة مثلا أنا عشق وغرامة مغرومة في تيم حسن دخل جماله اللي بدكي بس أنه وكلهم بيمثلوا كتير حلو تبه كلهم بيمثلوا كتير حلو بس هالشي ما بيمنع أنه عنا مسلين أبضيات لبنانية أبضيين أكيد أبضيين لبنانية بس المغنية هو لو بيرامح بصورة الفلاحين وهل السنة بي للموت وطوني عيسى السنة بعشرين وعشرين وأكيد لا شك نحن موضوع التمثيل شي موضوع النجومية شي تاني نحن عم نحكي عن الموضوع النجومية العربية الكبيرة المتل تشبه نجومية تيم حسن العربية اللي بيبيع عمل على اسمه على عشرين محطة برمضان متل محمد رمضان على اسمه شو؟ بعد شوية ليه؟ يقاسني يعني ما في اسم لبناني بيبيع أنا عم بحكيكي بيين عدل كرم بيع دور العمر عنده هلأ بيه طبعاً طبعاً هو يفسرين طبعاً نتشوف ان شاء الله بيكون من المسلسلات طيب فأزاً في نجم لبناني خلاصنا بقى المسلسلات الخلوة حتى بتحطيني بالنحل أنا بشفيع فكرة أنا أكتر واحد بدافع بشراسي عن طيب بس إنه بيزعل أو إنه هو لازم يشرح إنه ما اتاخد عرفت يعني هو إيلا بشكل إنه كتير ررحنا وجرح لنا شعورنا وجرحنا كلنا وكل هيدا بدي إلك الباتشينو أوقات بيطلع مثلاً بدور دقيقتين بفيلم بيعلم فيه إنه مثل ما هلأ طوني عيسى طلع شوي بيعشرين عشرين رمي عياش اسم الله بدي بيعشرين عشرين قديش علم وقديش كان شخصياً رمي عياش لأن كان كل محور الحديث حول جبران اللي مات يعني كل محور مع أنه أنا حبيته يعني بغير أدوار بأمير الليل الججل الحلو الشاب الحلو مهضوم طويل عريض اشتقنا لك على الإزاعة راجعة قريباً ولا لقاً ما في عمدي عرض إذا حدا بيعرض علي بره على الإزاعة لأنه أنا كتير بحب الإزاعة بحبها التعاطي القريب مع الناس مباشر مع الناس مباشر مع الناس وما بدي كون مديرة ولا إزاعة يعني راجعوني برنامج واحد ما بدي أختمح لحدا ما تخافوا ما تخافوا مني أو قد تعرف أنه بيخافوا مني أنه لأنه قوية ولأنه شاطرة ما بقعدوا ياخدوني أنا هوني ببيتي بأغاني أغاني يعني لأنه بتذكر إزاعة جبر لبنان يعني بعتبر حالي ببيتي عندي بعد كل الأرشيف طبع إزاعة جبر لبنان عندي محبة عيلي حضنطني وعطيتني فرص كتير حلوة وكنت أنا مدي طويل اشتغلت بالأم تيفي مستشارة ودي أقول لك أنه بيزعل كتير إذا هني كانوا مختلفين مع بعضهم لأنه بحسهم تنينيتهم مثل إخوتي جهاد وميشال وأنا بحس جابي المر مثل بي أكيد طانط هو دا مش مثل الأمة لأنه من عمري بس المجالة اللي فتح لجيه جابي المر طاقة حلوة ما فتحوا لحدا والمدرسة مدرسة جابي المر اللي هو أسس الجبل لبنان وأسس الأم تيفي وهي هالدماغي اللي عنده بيه مجال الأعلام كان لأنه أنا بتلمست على إيديه يعني أنا بتذكر أنه مرة انشحطت على البيت شهرين لأنه ادحكت على الميكروبة لسبب لو بسبب هل قد كان قاسي لأنه خالك يعني أنه كان قاسي مرة أخرت سبعة وأربعة دقيق بدل ساعة سابعة ناشر حريمة قال قلت له مقطع الأسناصر نعم طبق 11 قال اللي بيحموا المسئولية بيمشي قبل بوقت وهلأ بقولها للشباب اللي معي اللي بيحموا المسئولية إن شاء الله فكرك حدا بيسمعني منه خليني أشكر زملائي خاصة أنه كمان كلهم بيحبوك وقالهم أنه بفضلهم بفضل العمل الجماعي نحنا عم ننجح أشكر أرض المر يلي هو تاج الرجال على كمان المجال يلي فتح ليهو على السقل عطاني إياها لنقدر ننجح سوا وننجح الموقع بكل قويتنا وإن شاء الله يا رب من نجاح لنجاح يا رب تستاهلوا كل الخير هلا ضيفي غالية وعزيزي عطول أنا بحبك كثير فراث أنت خيز صغير ظلك أعرف أنك خيز صغير الله يحفظني إياك ما عندي شك يعني إذا بد أهلك يعتبروا أنه أنا خيلتك تجي تنم عندنا شي نهار أهلا وسهلا شيك ختمي إنت على طريقة عفواني حبايا أنا اللي بدي أقوله أنه كتير زعليني اللي اللي عم بيصير بلبنان واللي عم بيصير بالفن اللبناني يعني كان دايما اللي عملوا سيمو أسمر رغم أنكم تقتوا كتير أنه عمل لبنان أساس لانطلاقة العديد من الفنانين كازم السهر انطلق من لبنان جر وصوف انطلق من لبنان الفنانين يلي انطلقوا من اللبنان وغنوا باللبناني أخدونا على مهرجينات كبيرة برة مش رح أذكر وقل الكفور رغب علامة وليد طفيقة وكلهم لبنانية فأنا اللي بدي إيه أنه يرجع هالبلد بلد السقيفة بلد الجمال بلد المحبة ما نوطن فيه ولا غريب يكون وطننا لقلنا لبنان شرفكن شي واحد سياسي يقوم يعملوا شي شغلي تحدوا عملوا ملوا كتلة وزراء كتلة نواب بتقدروا تخلصونا من هالمشاكل اللي نحنا فيها دفعنا شهداء الدني ودفعنا دم ودفعنا أهل دود الخل من نوفي ما تقسنا هلأ خلينا بالجمال خلينا بالفن خلينا بأغاني أغاني بدي هنيكن لأنه الإزاعة كتير حلوة وكتير مسموعة بدي هنيكن على اسم الإزاعة يلي هي على اسم أول برنامج أنا عملته مع كاميلة يصحى لأم تي فيه أغاني أغاني كتير حلو هذا الاسم وكتير معبر وبدأ أختم بحياة لغنية لفيروز الصوت اللي بوعي لحب قلوبنا من كانوا على طريقتك مع سيد فيروز نحنا طبعا لقاءنا بيتجدد يوم الخميس اليوم هيك لقاء عفو نحنا وهلا قول قول شو من هلا من هلا طايف ايه دعين ننشع نصير نعمل أنا وياك يا ريت نعمل عفو يا حبي كيف كنت أنت ورانيا ما بيترك لك ولا صاحبة هي يا ريت إذا بدك أهلا وسهلا فيك أكيد أنا قل الشرف في رأس أنا بتشرف لأنك أنت كتير شاطر وكمبيتان ومسابير يخليلي قلبك وبرهنت على حضورك بمجال الصحافة يخليلي ياك وقالله بدنا نشكرك كتير 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 وبدك تطلع على سيدة حريصة تقول لها ميرسي إنه بدنا نسميك العذر لأنك قمت من الموت من الكورونا الله يعطيك الصحة والعافية وطلط العمل تانكيو هلا متعلم منك عطول كل المحبة وكل المهنية رفقناكم ميكانو أنا صالح أنا كمان حبيتك تنسيت النوم ميكانو أنا عندك حمين مروان سمعان تانكيو عزبناك معنا اليوم وكل الشباب يعطيكون ألف عافي اللي خاءنا الخميس بتجدد بي بي